أسمحك سأعود إليك بعد قليل نتابع ما سيقوله وزير الصناعة سيد أحمد زغدار في مدخلته مع وسائل الإعلام كما قال سيد الوزير الأول العقار لمن يستثمر في السنوات السابقة أنت تعلم ما أحصيناه من عقارات نهبت ولكن لم تستغل كما أراد لها من دفتر شروط نحن مع السلطات المحلية على مستوى الولايات نقوم بعمل جرد واسترجاع تلك العقارات ونحن نسعى كذلك بإنشاء تلك الوكالة التي لها كل الصلاحيات في عمل التوزيع والمراقبة والتي سوف تكون على أساس دفتر شروط وأكثر شفافية بالمنظومة الجديدة للقانون الاستثمار نظن اليوم هذا اللقاء يدخل في إطار إعطاء فقة لأن اليوم حضور الجالية وحضور ساعة مجموعة من الصفراء ومن رجال أعمال من أجل الانطلاق الفعلية لسنة 2023 لأن اليوم نقوم بعمل تدسيد المنظومة القانونية في مخطط عمل الحكومة تقريبا انتهينا منه بقت إلا عملية المصادقة من طرف مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم المناقش على مستوى البرلمان ثم سوف تكون الإطلاق الفعلية لجد الاستثمارات إن شاء الله تكون على مستوى طموحاتنا التي نسحى إليها وأن تكون متنوعة والأسبقية الذي يقوم ويقدم أحسن مرضودية اقتصادية فنحن سوف نكون له مرافق له خاصة أننا أقولها لأن هناك تحفيزات كبيرة جدا جدا فيما يخص المناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب إذن حان الوقت رسالتي إلى كل المستثمرين كانوا خواص هنا بالجزائر أو على أساس الجالية أو على أساس المستثمرين الخارجيين نقول لهم أهلا وسهلا لكم في الجزائر ونسعى كقطاع أن نرافق المستثمر حان الوقت أن نرافق المستثمر لأن نحظنا في السنوات الأخيرة برقراطية كبيرة جدا فيما يخص المنظومة الإدارية حان الوقت أن نكون مرافق له ابتداء من السفارات إلى غاية انطلاقة المشروع بحذ ذاته إن شاء الله هذا ما نسعى إليه وهو عمل قطاعي لا أقول قطاع فقط في قطاع الصناعة وإنما هي مجموعة لكل القطاعات الأخرى التي سوف تسعى إلى أن تكون هناك انتعاش فعلي خلق للثروة خلق لمناصب الشغل لا لا هذه كانت تعليمات سيد رئيس الجمهورية على أساس أن يكون استقرار المنظومة القانونية لقانون الاستثمار كما تعلم كانت في كل سنة يتغير القانون بقوانين المالية حان الوقت أن يكون قانون خاص قانون الاستثمار قانون مستقر على الأقل عشر سنوات على الأقل أتكلم على أقل عشر سنوات لهذا من أجل إعطاء ضمنات للمستثمرين أن المنظومة القانونية هي مستقرة هذا ما نسعى له وهذه هي توجيهات سيد رئيس الجمهورية وسيد وزير الأول فيما يخص هذه المنظومة وفيها تحفيزات جبائية ولكن في نفس الوقت هي مرتبطة على حجم الاستثمار بحذ ذاته من غير المعقول أن نقوم باستثمارات على مستوى الشمال وعوض الجنوب أو الهضاب العليا ولكن سوف يكون هناك فوارق فيما يخص التحفيزات الجبائية وكذلك حجم قيمة الاستثمار ولكن تكون هناك التحفيزات تتماشى مع حجم الاستثمارات هذه هي رسالتي فيما يخص المستثمرين نحن في صدد مفاوضات كما تكلمنا في عدة مناسبات هذا الوزارة الصناعة تم اهتمامه إلا بقطاع السيارات فقط وقطاع السيارات هو قطاع مهم جدا ونسعى إلى التحقيق ولكن قطاع نبحث عن صناعة حقيقية فعلية وكما تعلمين هناك تحول جذري في المنظومة الصناعية فيما يخص السيارات اليوم نتكلم على صيارات هاجينة نتكلم عن صيارات كهربائية إذن نحن كذلك نسعى في هذه المفاوضات أن تكون لنا هذه التكنولوجيا وهناك مفاوضات مع عدة شركاء أسيويين والأوروبيين في هذا الإطار سوف نشوف ما هي الذي يعطي قيمة مضافة والذي يعطي فيه إمكانية حقيقية للاستثمار سوف نرافقه ثم نكشف ما هي الشركة أو البلد المعني بهذه العلاقة أو بهذا الاستثمار أنا لا أفهمتك أن الاستثمار في القطاع السيارات سيكون مجمالا وتخصيص طلبتهم حتى أن يتمكنوا بتكنولوجيا السيارة الكهربائية لا يتماشى يتماشى لأن اليوم رأنا نتكلم عن انتقال انتقال تقوي بعض الدولة تقوم بانتقال تقوي لا أشير لأي دولة ولكن انتقال تقوي فيما يخص هذه الصناعة حتى الجزائر في بناء هذه الصناعة صناعة السيارات والتي نسعى أن تكون في أقرب الأجل ولكن ثاني بمنظور جديد بمنظور محركات نظيفة لأن اليوم رأنا في نظام عالمي يحتم علينا احترام بعض الأشياء التي تم الاتفاق عليها فيما يخص المناخ إذن لا نكون من الدول التي تكون لها تأثير على المناخ وإنما تكون صناعة صناعة نظيفة إذن تدخل في هذا الإطار إن شاء الله أعطيتم أرقام مهمة لمؤسسات عمومية متوقفة يعني ما هي أبرد هذه المؤسسات للجلد؟ المؤسسات هي كما تعلمين هي خاصة في تكلم على القطاع العمومية كأن المؤسسات التي تكلمنا عنها هي استثمارات أنجزت وهناك عرقيل إدارية تكلمنا عليها وتم إنشاء هذه اللجنة وتأراضها وتتكون من عدة قطاعات من أجل حل هذه العرقيل ونحن بصدد إعداد تقرير نهائي إن شاء الله في بداية الأسبوع الثاني إن شاء الله سوف يكون تقرير نهائي من أجل هذه المعالجات فيما يخص هذه المؤسسات الخاصة الاستثمارات الخاصة أما فيما يخص المؤسسات العمومية فهي مؤسسة معروفة مثلا معروفة عدنا للسيجما عدنا في مؤسسة أغروديف لحولنا النشاط التاحة لكانت مؤسسة عريقة تنتج الخمائر وتعلمين أن الخميرة تقريبا هي مستولدة أكثر من 160 مليون دولار حولنا هذه المؤسسة شفناها إشكالية إشكال البيئي حولناها النشاط تحييلة منتوجات ذات عجائن من أجل أول خلق مناصب الشغل نفس الشيء بالأفريكا فير لأنها مؤسسة تنتشط في الزوجات وهي مؤسسة واعدة لأنها مرتبطة بالصناعة السيارات والمنتوج تاحة منتوج تاني عالمي كانت متوقفة لأنها كانت مشكلة الفرن ولكن بمجهودات جبارة بالنسبة لإطارات جزائرية من جامعات عنابة وكذلك حتى نشكر كذلك لمؤسسة الحجار التي قامت بإعادة تأهيل هذا الفرن واليوم الحمد لله تشتغل وغادل إن شاء الله بعد يومين رح نمشي إلى بنصاف إلى مؤسسة تاني عريقة في إيميطال وهذه مؤسسة تاني عندها فيها بعض المشاكين متوقفة نسعى إلى انطلاق إعادة بحثها من جديد والمؤسسات هي عديدة وكين مؤسسات لا أتكلم على مؤسسة هي موجودة في عدة ولايات أعطينا العدد حوالي 51 مؤسسة إن شاء الله سوف أننا إما تغيير النشاط أو فتح رأس المال تحالس شراكة عمومية عمومية أو خاصة عمومية هذا من الانطلاق اللي حتكون إن شاء الله بارك الله فيكم يعطيكم الصحة اشتركوا في القناة